والله شف يعني كل عيدة أعتقد يميز شيئا للعيد اللي بعده و اللي قبله لكن أتوقع هذا العيد حلو خلنا نتكلم عن هذا العيد والتحديد وش أبرز شيء أشوفه يميز عن العيد الماضي بحكم خلني أقول لك ارتباطي بعض الأعمال و بعض الأشياء اللي أشغلتني عن التواصل مع الزملاء القدامة و مع بعض الأقارب و كده فسبحان الله اللي استمتعت فيها في هذا العيد هو تجديد الأهد بالكثير من الناس اللي فاقدهم من الشهور و سنوات فكانت كثير من الجمعات يعني ذا السنة هنت ركزت على اللي هون يجدد الأهد تتفحد عن الناس اللي من زمان عنهم كانت تتواصل معهم و أنا أشكر الكثير من الزملاء اللي يعني سووا مبادرة يعني كذا فجأة جمع من مختلف الجهات من مختلف الفئات السنية جمعنا في مكان واحد و خلها ليقاموا عايدة بقهوة مغربية منها جددنا الأهد و سلمنا على بعض و خذنا علوم بعض و بنفس الوقت استمتعت طلعت و أنت يعني يا رجال لو تعطيني عيدية 500 ريال الله يجعل مني بالذم يعني بذن ما تحلبني يعني أستمتع و الله على هالجمعة أني استمتعت جدا و فعلا يعني ترى ترى هذه فكرة أيضا من الأفكار الجميلة اللي هو أسباب السعادة أنك فعلا تطلع بفكرة مختلفة أذكر من الأشياء اللي الناس كانت تحرص عليها الفترة الماضية هو أن العديات أو الاتصالات أو المعايدة اللي قاعدة توصل عبر الجوال سواء التهنئة العادية في ناس قالوا أنها أصبحت مملة لأنها صارت إرسال جماعية و غير مخصصة لشخص فماشاء الله خرجوا ناس رائعين بصراحة يعني اللي وضعوا جزء من أوقاتهم من أجل أنهم يخصصوا الرسائل للي يعرفونهم في جوالاتهم و أغلب اللي موجود في جوالاتهم يعني يرسل رسالة خاصة إما بالجوال بالصوت و إما أنه يسجل مقطع فيديو أيوة و أما أنه مثلا يكتب عبارات مخصصة للشخص نفسه لأن وقعها صراحة مختلف نهائيا و أنت إبراهيم أذكر كان لك حركة صح و أنا على الطائر يوم قلت الشيء هذا تريز إلينا عليك و رسالة لم أردت عليك لم أردت صح لم أردت المعاعدة لأنني كنت على الهواء و أنت في البيت لا 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 أكشف لك سير من أسرار هذه الرسالة و قد يزعل البعض منها للأمانة أنا كنت أسوي رسالة صوتية تمام و على الطائر برضو دعنا نعايز المشاهدين بنفس المعايدة التي أعيدكم فيها في الرسالة الصوتية حلو و ماذا أقول فيها؟ أنت لم أردت أول شيء؟ رسالة صوتية رسالة صوتية رسالت للشباب الذين تعرفون لقوائم لا أردت قائمة رسالة جماعية كانها جروب و دز الفويسطة لعمرك و إلى هو عندكم كلكم يا سلام طيب هذه ما تشبه الرسالة الجماعية طبعا هي تأتي كأنها جاي لك الحالق يعني هذه أحد الأسرار أحد الأسرار لأن البعض كان يحسب أن يمرسل لكل واحد لا تدقيق لا تدقيقون لكن ماذا أقول؟ أقول للعيد طيب و طيب عيدي هل الطيب؟ عيني لك وجم العطور العيد عندي معايتك يعيني كل عام و أنت بخير الله الله ماذا تقول بمعايتك؟ يستحل واحد أقول لك أنت كنت استحيت ما رديت يضطر يهديك طيب بس على الهو الطيب موجود و الطيب لا تستقرب منها من الطيب يا سلام طيبناك عشان طيب